موسيقى السلام عليكم ورحمة الله السنة الثانية من الهجرة سنة تحتاج إلى التأمل الدقيق فكثير من حوادثها تحكي عن ساعة الصفر التي ستكون مفصلا تأريخيا في حياة المسلمين أحداث عظيمة لا يصبر عليها ولا يتقبلها بإيمان الواثق إلا ذلك الذي لم يبقى في صدره تردد في صدق من حمل إليهم هذا الدين صلى الله عليه وسلم قبلة المسلمين تحول من بيت المقدس إلى الكعبة بعد ستة عشر شهرا من توجه المسلمين إلى بيت المقدس يفرض الصيام على الناس تفرض الزكاة من الأموال وتبين مقادرها تتوفى السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتزوج سيدنا عثمان بن عفان بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته الثانية ولأجل ذلك سمي عثمان بذنورين أصلا يتزوج سيدنا علي بسيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا في السنة الثانية من الهجرة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا كان جميع ما غزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من الغزوات سبعا وعشرين غزوة غزوة الأبواء ثم غزوة بواطن ثم غزوة العشيرة ثم غزوة بدر الأولى ثم غزوة بدر الكبرى ثم غزوة بني سليم ثم غزوة السويق ثم غزوة غطفان ثم غزوة بحران ثم غزوة أحد ثم غزوة حمراء الأسد ثم غزوة بني النظير ثم غزوة ذات الرقاع ثم غزوة بدر الآخرة ثم غزوة دومة الجندل ثم غزوة الخندق ثم غزوة بني قريضة ثم غزوة بني لحيان من هذيل ثم غزوة ذي قرد ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة ثم غزوة الحديبية وكان رسول الله لا يريد قتالا فيها ثم غزوة خيبر ثم غزوة الفتح ثم غزوة حنين ثم غزوة الطائف ثم غزوة تبوك قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين هذه الغزوات في تسع منها تي بدر وأحد والخندق وقريضة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف وقصتنا مع قول ربنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل في يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية من الهجرة في الثالث عشر من مارس سنة أربع وعشرين وستمائة للميلاد وفي أرض بدر محطة مرور القوافل المتجهة إلى الشام والعائدة إلى مكة المكرمة كان المسلمون على موعد مع حدث سيكون الخطوة الأولى في إنصاف المظلوم ممن ظلمها قبل هذا الموعد بثلاثة أيام كانت عاتكة بنت عبد المطلب عمّة النبي صلى الله عليه وسلم قد رأت رؤيا أفزعتها فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب وكان لم يسلم بعد فقالت يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم علي ما أحدثك قال لها وما رأيت قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألنفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث يعني اذهبوا إلى أماكن مقتلكم في ثلاث يعني بعد ثلاث ليال فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ألنفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس أبو قبيس جبل بمكة جبل معروف بمكة فصرخ بمثلها ألنفروا يا لغدر ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت يعني تقطعت قطعا صغيرة فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة قال العباس والله إن هذه لرؤيا وأنت يا عاتك فاكتميها لا تذكريها لأحد ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففش الحديث حتى تحدثت به قريش قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رحط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتك فلما رآني أبو جهل مقبلا قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال أبو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبي يعني عاتك قال قلت وماذاك قال تلك الرؤية التي رأت عاتك قال قلت وما رأت قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يك حقا ما تقول فسيكون وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير شيء إلا أنني جحت ذلك يعني أنا لم أفعل له شيئا تجاه موقفه هذا لم أعاقبه لم أحاسبه لم أعنفه بالكلام ثم تفرقنا فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت أأقررتم لهذا الفاسق الخبيث يقصدنا أبا جهل أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع قال العباس وأيم الله لأتعرضن له فإذا عاد لمثلها لأكفي كنه قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتك وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه يعني أريد أن أحاسبه قال فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به وكان رجلا خفيفا يعني أبا جهل حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر قال العباس فبينما أنا أمشي إليه إذ خرج أبو جهل نحو باب المسجد يشتد قال قلت في نفسي العباس ما له لعنه الله أكل هذا فرق مني أن أشاتمه وإذا بأبي جهل قد سمع ما لم أسمع سمع صوت ضنضم ابن عمرن الغفار وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع أذنيه وحول رحله وشق قميصه قبلا ودبرا وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث قال فشغلني عنه يعني العباس قال فشغلني عن أبي جهل وشغل أبا جهل عني ما جاء من الأمر فتجهز الناس سراعا قال ابن إسحاق فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد أوعبت يعني خرجت كل قريش لم يبق من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب بعث مكانه العاصي ابن هشام بن المغيرة استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه دين فخرج بدل الدين ها نحن ذا نقترب خطوة من يوم الفرقان هناك في المدينة يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة وفيها ثلاثون أو أربعون رجلا منهم مخرمة بن نوفل وعمر بن العاص ويمرون بتجارتهم قريبا من أرض بدر بدر موضع بين مكة والمدينة سميت بذلك نسبة إلى بئر فيها يقال له بدر وقيل لأن صاحب البئر رجل يقال له بدر ندب صلى الله عليه وسلم من الناس من كان ظهره حاضرا يعني فرسه أو بعيره ندبهم إلى تلقي القافلة قافلة قريش ليغنمها فتكون عوضا للمسلمين عما أخذ منهم من أموالهم وديارهم بمكة ولم يحضر هذه القضية إلا نفر قليل من الصحابة إذ لم يكونوا جميعا متجهزين ولم يتوقعوا أن يقع قتال وأن الخروج لتلقي العير فحسب فخرج رسول الله في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا كما جاء في صحيح البخاري قال ابن القيم ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود وكان معهم سبعون بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد ولما علم أبو سفيان بخروجهم أرسل إلى مكة يستنجد فخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها بجيش بلغ عددهم في بداية مسيرهم ألفاً وثلاثمائة رجل ولكن أبا سفيان لم ينتظر وصول مدد قريش إليه فغير مساره ونجى بالقافلة وأرسل رسالة إلى جيش مكة وهم بالجحفة يخبرهم بنجاة القافلة عندها هم الجيش بالرجوع لكن أبا جهل رفض وقال والله لا نرجع حتى نرد بدراً فنقيم بها ثلاثاً فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبداً عزة فارغة لا يدعو إليها إلا ذلك الغرور وحب الجاه والسمعة وكم ضيعت هذه الأوصاف أناساً كانت الآمال عليهم معقودة عاذن الله من ذلك فتلك والله هي المهلكات لم يرجع من قريش بعد وصول هذه الرسالة وسماعهم لخبر نجاة القافلة إلا الأخنس بن شريق حيث رجع بقومه بني زهرة وكانوا ثلاثمئة وكان رجلاً مطاعاً قال ابن القيم فاغتبطت بعد ذلك بن زهرة برأي الأخنس فلم يزل فيهم مطاعاً معظماً يصل خبر خروج قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله كان متجهزاً للعير للقافلة يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه من الصحابة يستشيرهم فيتكلم قادة الأنصار وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع كلامهم فقام سعد بن معاذ فقال والله لك أنك تريدنا يا رسول الله قال أجل قال سعد بن معاذ فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق فامضي يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد كما جاء في صحيح مسلم سر رسول الله بذلك وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم وسار إلى ماء بدر ليسبق المشركين إليه ويحول بينهم وبين الماء وكان قبل نزوله عند الآبار قد نزل موضعا آخر فأشار عليه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أهو منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه والمعنى أنه إن كان هذا أمرا ربانيا فنحن نطيعه ولو كانت عقولنا ترى الخير في غيره هذا حال قلوب آمنت أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من قريش فننزله ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون قال صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي ونزلوا عند الآبار ونصبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا يجلس فيه العريش خيمة ولكن لم يمكث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ففي مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا كذا جاء في مسند أحمد عندما يكون القائد في مقدمة عسكره يسترخص الجند أرواحهم إذ الأعلى مقاما أمامهم فكيف يتخلفون وليس فيهم رضي الله عنهم فرار فهم لئسوا بالفرارين روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه قال ابن كثير وقد قاتل صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة قتالا شديدا وحين رأى جيش المشركين قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني صلى الله عليه وسلم حين اقتربوا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما ثبت في صحيح مسلم هذا حين اصطف الجمعان وتقابلوا لتبدأ المعركة استغاث الناس ربهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وأنزل إليكم مدد السماء من الملائكة المجهزين بعدة الحرب وقد رأى الصحابة مدد السماء بأعينهم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوت فوقه وصوت الفارس هذا في صحيح مسلم حين يصدق أهل الأرض ربهم النية يأتي مدد السماء بالعجائب تشتد المعركة وسيد الناس يدعو ربه اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يده مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن من كبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم ثم خرج إلى الناس وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر كما جاء في صحيح البخاري أيد الله عز وجل رسوله وجنده بالنصر وما النصر إلا من عند الله وقتل من المشركين يومئذ سبعون وأسر سبعون واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قال ابن كثير وأنتم أذلة أي قليل عددكم لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد يوم بدر هو يوم الفرقان الذي أعز الله به الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وأهله هذا موجز وسرد سريع لأبرز أحداث يوم من أعظم أيام الله عز سلطانه ولنا لقاء نتوسع فيه ونقف للتأمل والتفكر إن شاء الله ثلاثة عشر عاماً بمكة وعامان بالمدينة والمسلمون لم يرفعوا السيف لم يرفعوه للدفاع عن النفس فضلاً عن أن يكون وسيلة للدعوة إلى الإسلام وعلى الرغم من ذلك نسمع قائلاً يقول لقد انتشر الإسلام بحد السيف ولأنني مسلم فشهادتي في ديني مجروحة فسأحتفظ بها لنفسي ولكن لنسمع ما يقوله المستشرقون تقول الباحثة البريطانية كارين أرمسترونغ في مقدمة كتابها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الخطأ أن نظن أن الإسلام دين يتسم بالعنف أو بالتعصب في جوهره على نحو ما يقول به البعض أحياناً بل إن الإسلام دين عالمي ولا يتصف بأي سمات عدوانية شرقية أو معادية للغرب يقول المفكر ديسون من الخطأ أن يصدق المرء ما يروج له البعض من أن السيف كان المبشر الأول في تقدم الإسلام وتبسطه ذلك أن السبب الأول في انتشار الإسلام يعود إلى هذه الأخوة الدينية الفريدة وإلى هذه الحياة الجديدة الإجتماعية التي دعا إليها ومكن لها ثم إن هذه الحياة الشريفة الطاهرة التي راح يحياها محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده والتي بلغت من العفة والتضحية حداً جعل الإسلام قوة عظيمة لا تغلب يقول دوزي مبيناً ومؤكداً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبر أحداً على اعتناق الإسلام قال فلم يثبت ولو في مرة واحدة في تاريخ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أجبر أي إنسان على اعتناق الإسلام ولو بالضغط النفسي فضلاً عن استخدام العنف أو السيف وتبين لورافيشيا فاغليري أن الإسلام لا يبيح امتشاق الحسام إلا دفاعاً عن النفس وهو يحرم العدوان تحريماً صريحاً وقد أباحت الشريعة القتال للمسلمين دفاعاً عن حرية الضمير لإقرار السلم واستتباب الأمن والنظام كما حدث في معارك عديدة كمعركة بدر ومعركة أحد ومعركة الأحزاب فكلها معارك دفاعية أقل ما يقال فيها إنها معارك دفاع عن النفس أو كما حدث في معارك أخرى كمعركة قينقاع ومعركة النظير ومعركة قريضة ومعركة خيبر فهي معارك جاءت نتيجة للخيانة والتحالف ضد المسلمين ونقضي العهود ومحاولات عديدة لاغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام وأهله وإلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة